ده مش بينفح فيها الكشك خالص حتى لو عملتين مش بينفح هم مشهور دول بس هم اللي مفضلين للكشك الكشك طبعا الموسم بتاعه بالنسبانا في رمضان الموسم الاساسي بتاعه في رمضان فاحنا عشان يفضل لحد رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكو حبايب قلبي يا رب تكونوا بالف خير واحسن حال النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا هنعمل حاجات من الحاجات اللي انا بحبها جدا هنعمل كشك صعيدي من الالف لليا وديه الطريقة الاصلية للكشك كمان الكشك ده حبايب قلبي من التراث قبل ما نبدأ الفيديو معه بعض فضلا وليس امره تعملوا لايك للفيديو لو ما اشتركش بالقناة اشترك بالقناة ويفعل الجرس ويدوس على كل عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله الكشك المكونات بتاعته بسيطة جدا معانك مكونين اتنين بس مكون الغلة وكمان اللبن الغلة و اللبن عشان يبقوا كشك بيعدوا بمراحل عشان نخليهم يوصلوا لمرحلة ان احنا نعملهم كشك اول مرحلة في الغلة زي ما انتو شايفين كده بنجيب الغلة وبنققها كويس جدا جدا من اي طينة اي حاجة فيها بنققها عايز اقولك زي ما بتكون بتنقق الرز بالزبط بتنقق الغلة بعد بعض بنققها بنخسلها بنخسلها اكتر من مرة وبعد كده بنسلق الغلة بنسلقها بنخليها بليلة كلنا عارفين البليلة تلغلق شكلها ايه وبتتعامل ازاي بعد ما بنسلقها بنسيبها تتصفى بنطلعها في مصافي ونسيبها تتصفى بعد ما تتصفى تماما بناخد البليلة دي بننشرها على السطح لحد ايه ما تنشف تنشف وبعد كده في الرحاية او على الرحاية او في البابور بنعمل ايه بنتحنها او بندشها مش طحينة بندشها بتداش كده زي الفريق كلنا عارفين طبعا ما فيش حد ما يعرفش الفريق ازاي زي الفريق بالضبط بنعملها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد ما بنندش الدشيشة وكل حاجة امي جابت الغربال هنا وبقعدت ايه تنزل اي حاجة زيادة في الدشيشة يعني اي حاجة نعمة اي شوائف في الدشيشة بتطلعها عشان تبقى الكشكي بتاعك نظيف وحلو الكشكي لما بنحطه في مية لما تبليه كده وتحطيه في المية بيعمل ايه بتحس بعد كده ان هو ايه لو انت معملتيش بالغربال المرحلة دي بتحس ان هو فيه دي كتير من تحت يعني كده او في قاع الحلة كده بتلاقي دي من تحت وحاجات كده تحسي ان هو الدشي زيادة عن اللزوم مش كويس عشان ما تحسيش بالاحساس ده وتعدي بالمرحلة دي بنعملها في الغربال بيطلع اي شوائب بعد ما طلعنا الشوائب وكل حاجة حطناه في العجان نجيب اللبن الحامض مش لبن رايب هقولكو على المراحل بتاعت اللبن برضو بنعملها ازاي اول مرحلة طبعا مش هقولكو عليه دلوقتي غير بعد ما نعجن العجنة بتاعتنا في الاول طبعا بتجيب اللبن الحامض بنقسمه نصين يعني الكمية اللي معنا بنقسمها نصين بنخله نصها نعجن به والتاني يوم النص الاول بنعجن به اول يوم اول يوم طبعا بنروح جايبين بعد ما عملنا الدشيشة بنجيب اللبن الحامض بنقسمه نصين بالجزء اللي اسمناه بنحط عليه لبن ساير اللبن الحامض يا جماعة تقيل شوية متماسك شوية فهنفكو او هنقصره باللبن الساير بنقصره باللبن الساير وبعد كده بنحطه على الدشيشة بنعجن بالشكل اللي انتو شفتوه معايا بنعجن عجينة كويس جدا بنعجنه وبعد كده بنغطيه طبعا هو بيزيد لما بتغطيه بيزيد عايز اقولك ان احنا بنسيب العجين او بنسيب الدشيشة واللبن مع جونين لمدة 24 ساعة دول اهم او خطوات بنسيبه 24 ساعة بعد ال24 ساعة بنيجي تاني يوم يعني احنا عملناه الظهر بنيجي تاني يوم الظهر بنبدأ نعجنه بردو حطينا الدشيشة وحطينا عجلناها باللبن الحامض وغطيناها كويس جدا بطبيعة الحال ان الدشيشة دي بتشرب الساير كلها اللي في اللبن بتشرب الساير فعشان كده اللون بيفتح وكمان الحجم بتاعها بيزيد لما زائد الحجم بتاعها طبعا احنا نقلناه في حاجات اكبر من اللي او في عجان اكبر من اللي كنا عاملين فيه جينا تاني يوم بنعجن بعد ما عد ال24 ساعة بنعجن الكشك بتاعنا او بنعجن خلاص ما بقيش تشيشة بكشك بنعجن الكشك بتاعنا بس برضو فيه مراحل عشان نوصل للمراحل الاخيرة في الكشك بنعجن عجينا متماسكة ماينفعش نعجن كده وخلاص بنجيب باقي اللبن الرايب او اللبن الحامض اللي احنا عملناه بنعجن به تاني يوم بس طبعا شفتوا في الاول كده امي بترش رشات من الكمون نحطينا الكمون الكمون ده شيء اساسي في الكشك ماينفعش نعمل الكمون من غير قصد نعمل الكشك من غير الكمون فالكشك يعني عايزى قولكم اهم حاجه في الكشك انك انتم c pagar الكمون ده طبعا بيجيبه حبي يا جمعة مش بنحط اكمون مطحونت ولا اي حاجة الكمون بيبقى حبي sophisticated بس لازم بننظافه في الاول بنجيب الكمون من عند الحطار طبعا بطبيعة الحال بيبقى فيه الحاجات فاحنا هننظفه ونرش رشات كده من الكمون على الكشك بيدي رحة حلوة جدا 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 زي ما قلتلكم ماينفعش الكشك من غير كمون ده شيء اساسي يعني يبقى كده ثالث مكونات بنعجن العجينة بتاعتنا العجينة زي ما قلتلكم بتبقى متماسكة يعني بتخدميها كويس جدا جدا عشان تاخدي نتيجة حلوة من الكشك بتخدمي العجينة عشان تبقى متماسكة عشان تقدري تعمليها كور عشان تقدري تعمليها دواير تقدري تقطع الكشك كويس عشان يبقى متماسك منك مش بعد شوية تعجيني كده يلا وخلاص هيبوز منك وتلاقيه العجينة مش بتتعامل كور او مش بتقدر تعمليها دوائر بتتفك بسرعة منك فانت عشان تبقى متماسكة معاكي بتخدميها كويس جدا في العجين هو بياخد عجين تاني يوم عكس اول يوم بياخد عجين اكتر زي ما قلت لكم العجينة لازم بتكون متماسكة هقول لكم اللبن الرايب بنعمله ازاي في الاول طبعا بنجيب كوبايتين من الزبادي ده على وشك كده ان العجينة بتاعتنا تبقى خلص بنجيب كوبايتين من الزبادي بنحطهم في الاربا معظمنا يعرف الاربا شكلها ايه بنحطهم في الاربا وبعد كده بنحط عليهم كمية لبن اي كمية لبن بنحطها عليهم وبعد كده بعدها بيوم بنحط تاني كمية لبن اللي احنا عايزين نحطها يعني مش مقدار معين او حاجة معينة او وزن معي هنحط اللبن اللي انت عايز تخطيه بتخطيه حطينا اللبن وتاني يوم او بعدها بيوم بنحط اللبن كل ما بتحطي لبن بتلاقي اللبن اللي في القربة ده بقى متماسك بقى تقيل تغير بقى حامض احنا ده اللي احنا عايزينه واحنا محتاجينه فبنقدر نحط كل يوم او يوم ويوم بنحط في القربة وبعد كده لحد ما نوصل للمرحلة اللي احنا عايزينه او الكمية اللي احنا محتاجينها نعمل بيها الكشف دي مراحل اللبن او دي المرحلة اللي بنعمل بيها اللبن عايز اقول لكم برضو بنحط له ملح اللبن اللي بنحطه في القربة بنحط له ملح قليل مش كتير القربة دي بنخسلها يوم بعد يوم لازم بتتغسل كويس جدا جدا عشان اللبن يبقى ابيض ما يبقاش ريحته وحشة لان لو ما تغسلتش اللبن بيبقى اللونه غامع وبتبقى ريحته مش حلوة والطعم بيبقى لادع زيادة عن اللذوم فلازم عشان تاخد نتيجة رايب او حامض حلو بتنظفي الحاجة اللي انت حط فيها اللبن كويس جدا جدا وبكده مرحلة اللبن بقيت تمام او خلصت مرحلة اللبن كده خلصت هنا عجلنا العجينة وكل حاجة العجينة بتاعتنا بقيت ما شاء الله متماسكة وخلصنا عجينة وكل حاجة احنا بنبدأ نقطع في الكشك بنقطع الكشك ازاي بنقطعه كده بنعمله كور زي ما انتو شفتوا كده بس مش بنقطعه فيه ناس بتقطعه على بتجيب حصيرة وتقطعه عليها في مفارش بتلا احنا بنقطع على صواني انا شايفة ان الصواني او احنا شايفين الصواني انضف واحسن يعني مع احترامي لكل الناس اللي بتعمل كده بس كل واحد طبعا ايه على حسب رغبته انا شايفة ان الصواني بتكون احسن وافضل طبعا بنقطع على الصواني عايز اقول لكم ان احنا لمينا الصواني كلها لتحت البيت وحاجات كده يعني عشان ايه نقطع عليها الكشك عشان بيكون اضمن لي كيه ولية بنقطع الكشك بالشكل اللي انتم شايفينه كده بنروسه جنبه بعض وبعد كده بنطلعه الشمس بنحطه في الشمس يقعد في الشمس اليوم كامل كده او قبل المغرب بننزله في الشقة تحت ونحطه تاني يوم بنطلعه احنا بننزله ليه عشان خاطر بالليل ما ما نعرفش الظروفة ايه كمان الصبح بعده اه مش عارفة هو بيكون اضمن ليه ان احنا بننزله وبنطلعه تاني طبعا اه فعشان في الصواني بيبقى بالنسبة لنا ساهل جدا جدا احنا نشيل وننزل ونشيل وننزل بعد ما بينشاف تماما يقعد حوالي تلات اربح تيام على نفس النظام كده بنطلعه ننزل فيه اه بعد ما بينشاف تمام بناخد الكشك ده ونحطه في اكياس ونحطه في التلاجة شهر خمسة وستة وسبعة وتمانية او شهر ستة وسبعة وتمانية دول الشهور بتوع الكشك اربح شهور دول خمسة وستة وسبعة وتمانية دول اللي ينفع تعملي فيهم الكشك الشهور بقى السنة ده مش بينفح فيها الكشك خالص حتى لو عملتيه مش بينفح هم مشهور دول بس هم اللي مفضلين للكشك الكشك طبعا الموسم بتاعه بالنسبة لنا في رمضان الموسم الاساسي بتاعه في رمضان فاحنا عشان يفضل لحد رمضان عايز اقول لكم ان احنا وسبناه كده احيانا بيبقى فيه ددان عشان ما يعملش ددان احنا بنحفظه في التلاجة للضمان اكتر يعني احنا بنحطه في اكياس ونحطه في التلاجة لحد رمضان طبعا بتبقى كمية لو كمية كبيرة برضو بتحطيها في التلاجة بنوزحها كده على التلاجات عندنا ونسيبه لحد رمضان بجد بيقعد معاينة ممكن من السنة للسنة لكن زي ما قلت لكم ان هو ده الشهور المناسبة للكشك الشهور الباقية طبعا ما بنفعش فيها الكشك خالص هو بتعمره وكل حاجة بس مش بيديكي نفس الطعم ولا نفس النتيجة اللي هتي بتوصليها في الشهور دي فسبحان الله يعني ليه ايام معينة بينفاع فيها ايام التانية مش بينفاكر فيها وزي ما قلت لكم ان هو في الطعم في الشكل وفي كل حاجة هنا زي ما انتوا شايفين كده مستمرين طبعا في تقطيع الكشك بنقطعوا الطريقة عادية خلص بنعملوا كور فيه ناس بتعملوا أشكالة تاني بس احنا عن نفسنا يعني زي ما قلت لكم الكشك ده من التراث احنا طلعنا لقينا أجدادنا ومهاتنا بيعملوا الكشك فبجد والله هو تحف بجد تحفة جميل جدا 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 من الحاجات الجميلة اللي احنا بنعملها في رمضان او معتدين عليها في رمضان بص انا عن نفسي بعمل الكشك ازاي بعد ما بينشفوا كل حاجة بجيب مية واروح تحط فيها شوية كشك يعني تحط فيها خمس ستة حبات كده بيعملوا لك حلة كبيرة تحطيهم في مية وبتسبيهم ممكن تحط عليهم سكر ممكن لا بعد ما بتحسيهم لانو خالص بحطهم في التلاجة او بحط عليهم تلج وسكر وباكلهم بالتلج والسكر مية بيبقى طعمهم فظيع بالجد بيبقى جميل جدا جدا وده الكشك يا جماعة الكشك طبعا ليه طريقة تاني ممكن اكتر من طريقة بتستخدمي او اكتر من اكلة تستخدمي فيها الكشك بس دي الحاجة الوحيدة اللي انا بحبها في الكشك الاكلة ازواق طبعا وكل واحد حسب زوء حسب رغبته بعد كده زي ما قلت لكم ان احنا هنطلعه في الشمس هتشوفوا معي الصواني واحنا حطينا كده في الشمس طبعا كده هما لسه مستمرين في التقطيع وهنا برضو بعد ما طلعناه في الشمس الصواني بجد بتسهل علينا الدنيا خالص بنطلعهم براحتنا وبننزلهم براحتنا وكمان بتحافظ على الكشك نفسه بيفضل نظيف مفيش اي حاجة بتروح له زي ما قلت لكم احنا بنيك كده في المغرب ونروح نزلينه في الشقة تحت وحطينه تاني يوم الصبح قبل الشمس بنطلعه فوق يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم لو أجابكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتحياتي نجوة سالم ودم تفريعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا